السؤال الأول أحمد بيقولي مولانا هل يجوز الاحتفال بالموليد النبوي الشريف شرعا وما هي مظاهر الاحتفال التي من الممكن أن تكون غير جائزة أو تدخلنا في شرك أصغر والعياذ بالله أقوله سيد أحمد وبالله التوفيق نعم يجوز الاحتفال بالموليد النبوي الشريف وقد ذكرنا قبل ذلك أو آنفا يعني الأدلة الواردة في بيان الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أن الله قال في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وقلنا أن الله قال واذكرهم بأيام الله هذا من قبيل التذكير بأيام الله وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن صيامه ليوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه أو ذلك يوم ولدت فيه فهو صلى الله عليه وسلم احتفل بهذا اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده بل احتفل أيضا كمان بميلاد سيدنا موسى واحتفى واحتفلا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبله حينما دخل المدينة المنورة ووجد اليهود يصومون يوم عشوراء فقيل له أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصومون قال نصوم هذا اليوم لأن هذا اليوم نجى الله في موسى من بطش فرعون فقال نحن أولى بموسى منكم وهذه الأدلة وغيرها من الأدلة التي ذكرتها آنفا لبيان المولد النبوي الشريف والاحتفال بمولد النبوي الشريف أما المظاهر يا أستاذ أحمد المظاهر كما ذكرت والله لو أنا مثلا نعود إلى قريتنا زمان كنا نفتح الدوار أو المضيفة أو ما يسمى بالشوادر بنعمل يأتي الناس يكتمعون ويأتي القارئ يقرأوا القرآن ويأتي عالم يتحدث يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلم في السنة ويبين خلق من أخلاق الإسلام ويبين أيضا معاملة من معاملات الإسلام أو عبادة من عبادات الإسلام ثم يأتي مبتهلا يبتهلوا ويبتهجوا فرحا وسرورا في سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما ظهر حسن وهذه سنة حسنة طيب يا مولانا لو أنا جبت الكلام ده وعملته مع أهلي يعني في بيتي أنا بمعنى أننا يا مولانا أمت جاي واتكلمت مع أهلي وإزاي نتدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبت زوجتي وأولادي أو أهل بيتي عمي أو أعمامي أو غير ذلك أو أصحابي أو غير ذلك والأهل والأقارب عفوا وعدنا مع بعضنا يا مولانا واتكلمنا أو جبنا حد يتكلم كويس وبعد كده عملنا صنعنا مئدة طعام وجلسنا نأكل ثم بعد ذلك ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدحنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جبنا كاسد أو غير ذلك وشغلنا مدحا في سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا شيء فيه فهذا من قبيل المباح ومن هذا من قبيل السنة الحسنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء وأخرجه الإمام مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها وبالتالي فهذه سنة حسنة لا شيء فيها طب يا مولانا لو جبنا الحلوى ودخلناها على الأولاد أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله بشيء أحب إليه من جبر الخواطر ثاني يا مولانا ما عبد الله بشيء أحب إليه من جبر الخواطر فهذا جبر لخواطر الأولاد وإدخال البهجة والفرحة والسرور النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئ الله كما جاء في الصحاح أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله قال سرور تدخله على قلب مسلم أو سرور تدخله على قلب أخيك أي الأعمال أفضل أو في رواية أي الأعمال أحب إلى الله قال سرور تدخله على قلب أخيك فحينما تدخل البهجة والفرحة والسرورة بميلاد سيدنا الرسول هذا محرم لا شيء فيه متى يدخل هذا الاحتفال في النطاق الشرك والعياذ بالله إذا تحول هذا الاحتفال كأنه تعبدا بسيدنا الرسول وكأني أعبد الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله هذا لا يصح هذا شرك وحينما يحول هذا الاحتفال ويخرج عن هذا النطاق أي نطاق السنة الحسنة بمعنى إنه تحول إلى الاختلاط بينه وبين النساء ثم بعد ذلك تحول إلى تعويذات ثم تحول بعد ذلك إلى كلام لا أصل له في الإسلام هنا يدخل في الشرك أما إذا كان منضبطا بهذه الضوابط التي ذكرتها التي ذكرتها وبينتها والتي أشرت إليها في الإجابة فلا شيء في ذلك فهذا من قبيل السنة الحسنة ومن قبيل التذكير بأيام الله ومن قبيل الفرح كما أمرنا الله في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مجمعون أما سيد الحمد إذا خرج هذا الاحتفال وعن النطاق الشرعي وعن القواعد الشرعية وعن الأصول الإسلامية وعن ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بحيث كان بدعة سيئة فهذا لا يجوز الاحتفال ويكون محرما ويكون بدعة كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلى وأعلى